موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب التوجيه كيف حالكم؟ أتمنى لكم الخير يلا يا حبابي خلينا نجيب الكتب ونفتح الكتاب على الوحدة الثامنة الوحدة الثامنة ساعة أسهل بكثير من الوحدة السابعة الوحدة الثامنة وكرر باستكرار عن الوحدة السابعة سواء قواعد أو برعاية الحبر المتوهج لتعليم الإنجليزية والرياضيات من الصفر حتى إذا كنت لا تجيد القراءة والكتابة إذا ما أردت أن تصبح متميزا فيهما بنتائج مضمونة بإذن الله ما عليك سوى التواصل معنا في التعليقات القاعدة الثانية تمام يلا يا حبابي خلينا نبلش بدي أترجم القطع ما نحكي شو الأفكار الرئيسية في القطع أكتبوا معي أي كلمة بتعرفوهاش يلا نبلش في الأعمال شو يعني في بيزنس الأعمال ناقش الأسئلة في أزواج أو مجموعات صغيرة طيب يعني ما المشاكل ربما أنت تواجهها عندما تبدأ عملا جديدا شو المشاكل ممكن تواجهها يعني قلة العوائد يعني عدم الخبرة في كثير مشاكل طيب هات خلينا نشوف السؤال الثاني هل هناك أي مشاكل مخصوصة في اللي بتواجه اللي ربما العمل الجديد يحظى بها في فلسطين أو يواجهها في فلسطين طيب في شو المشاكل اللي هو الإسرائيل تمام الاحتلال الإسرائيلي في كمان شغلة مثلا يعني المواصلات يعني هون المغلقة من المشاكل اللي بتصيرها من الاحتلال الإسرائيلي طيب في فلسطين لماذا؟ ربما شركة مبنية على الإنترنت تكون أسهل لتبدأها من على سبيل المثال يعني من أي شركة أخرى يعني شركات الإنترنت أسهل من الشركات الأخرى ليش الحكيها يعني شركة بتصنع أو بتسوي أشياء أو بتسويقها على الإنترنت تمام لماذا هذا أسهل؟ لأن خلينا نقول المعلومات الإلكترونية تقريبا ببلاش يعني بلزمكش تفتح محال تدفع عجار وكذلك يعني بالطريقة هال طيب هذه الأسئلة يعني مش مهمة مناقشة يلا نروح على الإشي المهم ونبلش اقرأ المقال بعدها أكمل المهام على صفحة 79 يلا هات خلينا نشوف جرافيك ديزاين يعني التصميم الفوتوغرافي يعني المعلومات والاتصالات أعمال المعلومات والاتصالات التكنولوجية ممكن تكون الأفضل الأمل الأفضل للاقتصاد المستقبلي في فلسطين economic future يعني اقتصاد مستقبل economic اقتصاد future مستقبل according to expert inside and outside the country حسب خبراء داخل وخارج الدولة يعني تقرير حديث قال إن هاي الشركات المبنية تمام الاي سي تي سكتور يعني القطاع اللي بيعتمد على المعلومات التكنولوجية يعني بي mix up يا جماعة الخير يعني بيشكل أكثر من 5% من الاقتصاد الفلسطيني طيب why ICT ليش يعني هاي المعلومات شو عن ICT information and communication technology هذا الاختصار businesses يعني المعلومات تتمد على الاتصال والمعلومات يعني تكنولوجيا for مصطفى جواد لمصطفى جواد the 23 year old head of an online graphic design company طيب 23 سنة عمره رئيس يا جماعة الخير اللي هي تصميم فوتوغرافي شركة تصميم فوتوغرافي على ال online يعني على الانترنت the answer is simple الإجابة بسيطة for an ICT start up all you need is a computer and a connection هاي بقولك لي عمل مبني على المعلومات تمام بدايتة كل اللي بتحتاجه computer واتصال internet you can distribute your final product by exporting it to the internet cloud يعني انت بتقدار انت تستطيع توزع منتجك النهائش يعني final نهائي product montage by exporting بتصدير ايش للانترنت تمام لشبكة الانترنت there are still problems هناك لا يزال مشاكل though the main one is a lack of 3G network in palestine هاي بقولك الاشي الاساسي اللي هو قلة الشبكات 3G في فلسطين هاي بعتقد جوال حالتين المشكلة هاي because access to the necessary wave bands is not available yet لأن الوصول لا الموجات تمام ضرورية ليس متوفر حتى الان هذا هو سبب ان 3G ساع مش موجود طيب مصطفى كان جيد دائما جيد في الاداب واللغات and when he finished school everyone advised him to study english at university وعندما هو أنهى المدرسة كل أحد نصحه ليدروس الانجليزية في الجامعة instead بدلا من ذلك he taught himself how to program and started making his own software programs هو علم نفسه كيف يبرمج وبدأ عمل برامجه تمام الخاصة his own يعني الخاص his first attempt was a game محاولته الأولى شو يعني attempt محاولة كانت لعبة which was so popular with his fellow student that he decided starting his own company might be a real possibility أي كانت مشهورة جدا يعني مع طلابه الطلاب اللي مع الفهلو ستودنت يعني طلاب البشاركو اللي هو قرر يبلد شركته الخاص اللي ممكن تكون احتمالية حقيقية هيك معنى الجملة بالنص الحرفي تمام يعني هو أعطاهم لعبة وهم هذول الطلاب الفهلو ستودنت يعني الطلاب بيشاركو معاه عجبهم الفكرة هاي ومن هذا الاشي هو فكر انه عن جد ممكن يقدر يبني ويبلش شركته طيب his big breakthrough came when he attended a start up weekend in Ramallah يعني هو بداية يعني break through يعني يا جماعة الخير اختراق يعني مش معناها اختراق هان يعني بداية كبيرة يعني اللي طيّره باختصار اللي طيّره في الاشي في الشغل مش قادل مش فاهم ما شجاي معناها بالعربي عندي break through بس معناها يعني اللي اعطاه دفعة قوية في الشغل اتات عندما هو حضر ايش نهاية اسبوع يعني start up يعني بداية اعمال في اخر الاسبوع في Ramallah he managed to get a small amount of financial support هو تمكن ان يحصل على مقدار قليل من الدعم المالي which gave him the time to develop more ideas الذي اعطاه الوقت ليطور افكار اكثر perhaps more importantly ربما اكثر اهمية he meet other businesses people هو اتعرف على اناس يعني اخرين في العمل both palestinian and from other countries يعني من كلا فلسطين فلسطينيين ومن دول اخرى he learnt a lot about the practical side of running هو تعلم كثيرا يعني حول running a business يعني تشغيل تشغيل عمل مش معناه تشغيل عمل يعني انه يقدر يعني يقود العمل هذا يعني يمشي فيه او هو اللي يمشي العمل هذا practical side يعني الجانب العملي يعني تعلمه كثير من الجانب العملي عن ايش عن تشغيل العمل او قيادة العمل and about how to get his product noticed وكيف وآسف وحول كيف يحصل على منتج يلاحظ يعني شيف يخلي منتجاته تلاحظ مصطفى is currently working on a program that makes the teaching of chemistry in school more fun مصطفى حاليا بعمل على برنامج اللي بيجعل التعليم للكيميا في المدارس اكثر تسلية he has already had interest from within palestine and from other countries in the arab war هو حاليا يعني يحظى باهتمام من داخل فلسطين ومن دول اخرى في العالم العربي like a lot of other young palestinian business people يعني like he wants to do something positive to help his country هو يريد ان يفعل شيئا ايجابيا ليساعد دولته but he stresses that his company isn't a humanitarian operation لكن هو يعني اللي بضغطة ان شركته مش هو humanitarian يعني جماعة الخير اه شوية باس humanitarian 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 يعني بتعتمد يا جماعة الخير على الجانب البشري هذه هي معنى الجملة ها مش فهم ليش حطينها يعني ما يحطوا based on human طيب شو يعني humanitarian يعني operation يعني تشغيلها بيعتمد على شو على الجانب البشري داب هذا الاشي مضغطة انه بيعتمد على الجانب بيعتمدش على الجانب البشر فبقدرش يساعد الناس طيب it's a business he says يعني انه عمل هو قال and the aim is to get good returns on the investment والهدف انك تحصل على عائدات على الاستثمار شو يعني عادي returns هان عائدات one way he believes he can help is to pass on what he's learned to others even younger than he is يعني طريقة واحدة هو بيعتقد انه هو يستطيع يساعد انه يمرر ما هو تعلمه للاخرين حتى الاصغار منه i learn a lot from that start up weekend يعني انا تعلمت كثيرا من يعني البداية نهاية بداية الاسبوع يعني اللي اخذها start up يا جماعة الخير اللي هي بداية الاعمال في اخر الاسبوع when i go to the next one عندما نذهب للتالي يعني الاجتماع التالي i hope i will learn more انا امل انا سوف اتعلم اكثر but i will also be able to advise other لكن انا سوف ايضا اكون قابل لانصح الاخرين يعني بدي انصح الاخرين طيب يعني شو هاي الفقرة لو قلنا من نحكي عنها نلخصها يعني نحكي عن ايش عن الانفورميشن ان كوميونيتيكيشن تكنولوجيز بيزنسز يعني الاعمال بتقوم على الاتصالات والمعلومات التكنولوجية يعني زي الانترنت تصميم هانا شو اكثر اش احطنا لجرافيك ديزاين تصميم ايش الفوتوغرافي طيب هذا ايش اقتصرناه بال وهذا بشكل قديش خمسة بالمية من الاقتصاد الفلسطيني اعطونا مثال عن مصطفى جواد اللي بلش ايش شغل بالطريقة هاي وسوى منتج شو المنتج اظني ايه موقع عن التصميم هاي اونلاين جرافيك ديزاين كومباني سواها مصطفى وبعدها صار يشتغل في شغلات ثانية يعني حكينا عن قصة مصطفى وكانت انطلاقة الحقيقية اللي بريك ثرو وكتش يوم ما زار اجتماع لرجال الاعمال في نهاية الاسبوع عب بيحكي عن شو عن الستارتوب ايش عن الستارتوب بداية الشغل الانطلاقة انطلاقة في نهاية الاسبوع يعني انطلاقة رجال الاعمال انطلاقة العمل في رمال وصلت يعني هذه كانت الفكر الرئيسية طيب وشو بحزن مصطفى ان شغلة مش هي يعني يا جماعة الخير بعتمدش على الجانب البشري طيب تمام نروح الحينة نشوف الجمل ونبلش جد كلمات معلمة او مشكلة في النص التي تحظى بهذه المعاني طيب شو يعني يرسل لأماكن أخرى شو يعني شو معناها ايش عن يوزع يحاول تجربة أو محاولة يعني بتعلق بالصور يعني جزء من الاقتصاد الدولة شو منقولها سكتور شو يعني سكتور قطع at the moment يعني في الحالة حاليا currently حاليا يعني في هذه اللحظة ايش currently حاليا even that made a big difference احداث التي تخلي فرقية كبيرة شو منقولها break through تمام مش جاي معناها بالعرب شو يعني break through المهم ايش يعني بنقلك نقلة نوعية profits ارباح returns عوائد not having enough يعني لا املك بما فيه الكفاة شو يعني لك نقص concerned with helping people يعني بت ايش بيهتم بمساعدة الاخرين شو منقول له نومنترين يعني بشري يعني بيهتم ايش بالجانب البشري managing يدير running تمامي جماعة الخير يعني معناها running وmanaging نفس الاشي معناها يدير عمل اليوم بتتيجة running هم بيهتم معناها جاري ديروا بالك running a business معناها انك تمشي او تدير العمل هيك اجمعناها استخدم الكلمات في الجزء الاول لتكمل الجمل بالاسفل بعد اشهر من المحاولة لنجد حل من المحاولة من المحاولة هو هو ارتكب ارتكب كثير من الاخطاء بسبب قلة خبرته يعني منظمات انسانية متعددة ارتكب كثير من المحاولة للدولة للدولة يعني فعل اكثر من المناطق على المعلومات ان ادارة شركتك الخاصة عمل صعب انها كانت محاولة جيدة لكن انها لم تنجح بمع معنى هيك لم تنجح طيب انصر اجيب العسلة مين قال ان شركات هذول المعلومات مهمة لمستقبل فلسطين يعني الخبراء داخل وخارج الدولة هما اللي قالوا الحكيها يعني ما المشكلة الاكبر ليش هاي الشركات في فلسطين لأك نقص شبكات ثري جي كيف مصطفى تعلم ان يعمل برنامج كمبيوتر هو علم نفسه يعني ما مصطفى وجد الأكثر فائدة حول البداية بداية الأعمال في أسبوع نهاية بداية الأعمال اللي اجتمع هذا معناها اللي حضره في آخر الأسبوع في رام الله عن انطلاقة الأعمال هو تمكن أن يحصل على مقدار صغير من الدعم المالي يعني ما الهدفين لمصطفى في العمل هو يريد أن يفعل شيئا ما إيجابيا لدولته وهو يريد أن يحصل على عائد جيد عن الاستثمار تمام بدا يحصل على عائد جيد من الاستثمار يعني شو مصطفى بأمل إنه يفعل في البدايات الأعمال يعني أسبوع البدايات الأعمال التالي يعني الاجتماع اللي في آخر الأسبوع عن بداية الأعمال التالي هو يريد أن يتعلم أكثر وهو يريد أن ينصح الآخرين طيب هات خلينا نشوف أعمال في أزواج أو مجموعات صغيرة ضع الخطوات في عمل في بداية عمل أو تبدأ عمل في الترتيب الصحيح سبع خطوات لتبدأ عملك الخاص طيب أول شي شو بدي بدي الفكرة يعني أني أحصل على فكرة خذ النصيحة طبعا مش أي واحد تخذ النصيحة منه يعني اعمل أبحاثك احصل على دعم مالي طور منتجك يعني سوق المنتج وتطلع للمستقبل مما معناه يعني خطط طيب أضف الشروحات في الأسفل للجدول تحت العنوان الصحيح You can't stand still in business You have to keep thinking ahead to what comes next يعني أنت بتقدرش تظلك في محلك في العمل أنت لازم تظلك تفكر أماماً شو ممكن تسوي There is no point in having a great product if nobody knows about it يعني لا فائدة في أنك تحظى منتج يعني رائع إذا ولا حدا بعرف عنه Think of something people would find really helpful and would pay money for فكر بشيء ما الناس ممكن تجدها حقاً مفيد وممكن تدفع مصاري إلى There is a lot of help out there يعني هناك كثير من المساعدة هنا From friends and family or on the internet So use it من الأصدقاء والعائلة أو الانترنت لذلك استخدمها Would people really welcome what you are offering يعني هل حقاً الناس بد ترحب بما أنت بتعرض لهم Are there possible competitors providing something similar يعني أهناك منافسون محتملون بقدموا شيء مشابه If so, how is your idea different إذا هذا الحكي صحيح كيف فكرتك بتختلف عنهم You will probably need some money أنت سوف يعني احتمال تحتاج بعض النقود to get started لتبدأ أيش العمل But make sure you don't end up Owing too much or losing control of your company لكن كن متأكد أنك يعني ما ينتهيش وضعك أنك مدين كثير أو فقط السيطرة على شركتك Make the idea a reality يعني اجعل الفكرة حقيقة If it's a physical product إذا هي منتج في زيائي You will need to find a way to have it made for you أنت سوف تحتاج أن تجد طريقاً لتجعله يعني لأنه يكون مصنوع إليك طيب Seven steps to starting your own business يعني سبع خطوات لنبلش إحنا عملنا هذا الإيش اللي شرحنا إن شو يعني الإيش الهافا نايدية شو الفكرة إننا نفكر هذا طبعاً شرحته قبل يوم ما قلناها فكر بش إيش الناس ممكن تنجدها حقاً إيش مفيد طيب هناك take advice يعني شو take advice خذ نصيحة هناك كثير من المساعدة هناك do your research يعني اعمل أبحاثك would people really welcome what you are offering يعني هل حقاً الناس راح ترحب أنت شو بتعرض لها طيب make the idea a reality if it's a physical product واجعل الفكرة حقيقة إذا هي منتج فيزيائي طبعاً هذي يوم تطاول develop your product إيش يعني develop يطور your product منتجك get financial support يعني اصل على الدعم المالي you will probably need some money to get started يعني أنت سوف ربما تحتاج بعض النقود لتبدأ market the product تسوق المنتج there is no point in having a great product if nobody knows about it يعني فيش فائدة إذا أنت عندك منتج رائع ما فيش حدا بيعرف عنه look to the future يعني انظر للمستقبل you can't stand still in business يعني تقدر إش أنت لا تستطيع أنك تضلك واقف محلك في وين في العمل تمام طيب read the article يلا ما نقرأ إيش المقالة الثانية then complete the task on page 81 بعدها أكمل المهمات على الصفحة إيش 81 we asked three young business people about their experience of starting up in business نحن سألنا أناس يعني بيشتغلوا بالأعمال شباب ثلاث أناس بيشتغلوا بالأعمال شباب حاول خبرتهم لبداية عمل here is what they say هنا ما هم قالوا three years ago يعني قبل ثلاث سنوات when he was just 14 عندما هو كان فقط 14 beatfin developed an app that was so popular that he sold it to major IT company يعني beatfin طور تطبيق اللي كان مشهور كثير اللي هو باع منه اللي باعه لشركة information technology يعني معلومات تكنولوجيا معلومات يعني major رئيسية giving him the money to spend on developing new ideas يعني يعطوه النقود لينفقها على تطوير أفكار جديدة his advice يعني نصيحته I never had any training أنا مع امرش يعني ايش حصل لي أي تدريب I just jumping streets on thing أنا فقط نطيت مباشرة في الأشياء after all بعد كل هذا you don't want to spend a long time getting everything perfect and then find the market has disappeared يعني أنت لا تريد أن تنفق وقت طويل تخلي كل إشي تمام perfect يعني كامل perfect تمام وبعدها تجد السوق اختفى but my lack of experience means that I made some expensive mistakes at first لكن قلة خبرتي عانت أني أنا ارتكبت بعض الأخطاء المكلفة في البداية in the end في النهاية someone warned me against putting all my profits into developing new ideas instead of keeping some back to pay tax يعني أحد حذرني أنه ضد أني أضع كل مرابحي في تطوير فكر جديدة بدلا من نخلي بعضها اللي ندفع شو الضرائب شعني tax ضرائب but before that I would had some unpleasant moments لكن قبل ذلك أنا يعني حظيت ببعض اللحظات الغير صارة طيب هات خلينا نشوف هذا اللي حكى شو هذا كان اسمه beatfin طيب هات نشوف شو القصة عمش فاهم beatfin يعني شو حاجة شو مهم طيب نشوف 17 years old anita simmons 17 سنة عمرها anita simmons start out making jewelry for friends and now sell it to top fashion يعني بلشت أنيتا تصنع المجوهرات لأصدقائها والآن بتبيحها للمحلات top fashion محلات الموضة يعني التوب بش بقول التوب يعني أحسن نش في محلات الموضة and direct to the public via here online company ومباشرة للعامة بواسطة شعني via بواسطة here online company يعني شركتها على الانلاين she says هي قالت one of the most important things i have had to learn to do is decide the most effective way of spending money يعني واحد من أهم الأشياء اللي أنا اضطريت إني أتعلمها أن أفعل إني أقرر أفضل طريقة فعالة لإنفاق اللغود you need to work out the financial figures and have them checked by someone who understands يعني أنت تحتاج أن تعمل يعني إن تدرك work out يعني معناها تيجي تدرك تمام أو تفهم الأرقام المالية وتخليهم مفحوصات بواسطة شخص اللي بفهم النقود luckily my parents are both in business themselves يعني أنا محظوظة والدي كلاهما في الأعمال بأنفسهم so they advised me to spend more on marketing لذلك هم نصحوني أن أنفق أكثر على التسويق less on product development أقل على تطوير المنتج or whatever أو أي شيء ثاني wherever it comes from يعني من أي مكان هو بأتي منه getting good advice is very important إنك تحصل على نصيحة جيدة إشي مهم كثير طيب نشوف الإشي الثاني هاشم علي is the 19 years old owner of a company that makes online music videos هاشم علي عمر 19 سنة مالك شركة التي تصنع فيديوهات مزيكة على الأونلاين his top tips يعني نصائحه الأكثر نصائح يعني عنده I think initially the key thing is to understand the market أنا أعتقد في البداية إن المفتاح إنك تفهم السوق work out who your potential customers are يعني لازم تدرك مين الزبائن المحتملين who are who your competitors يعني مين منافسيك what they offer and how you could do it better يعني ما هم بعرضوا وكيف أنت ممكن تفعله بطريقة أفضل it's easy these days to get professional help with this kind of market research يعني إنه سهل هذه الأيام إنك تحصل على مساعدة محترفة بهذه الأنواع من الأبحاث السوق after that بعد ذلك just be determined and don't give up if things get difficult فقط كن مصمم ولا تستسرم إذا الأشياء أصبحت صعبة which they almost certainly will at some point يعني اللي هم ممكن بشكل أكيد سوف يكون صعبات في بعض إيش النقاط تمام في بعض المرحلة يعني في مرحلة معينة هيك معنى الجملة يعني هاي الأشياء اللحظات الصعبة رح تيجي في بعض الأحيان starting and running a business is hard work تبلش وتدير شغل يعني هذا عمل صعب if you think it's only going to be 9 to 5 job إذا أنت بتعتقد إنه فقط سوف يكون شغل من التسعة للخمسة وضيفة من التسعة للخمسة you should go and do something else يعني أنت لازم تروح وتسوي إشي ثاني يعني بقول لك إن الإشي هذا بأخذ من نقطك أكثر بكثير answer the questions which person أجب الأسئلة أي شخص يعني which معناها أي person شخص had help from family members يعني حظي بمساعدة من أعضاء العائلة من اسمها أنيتا warns that success doesn't come easily حظر إن النجاح لا يأتي بسهولة هاشم learnt from his or her mistakes تعلم من أخطائه أو أخطائها Pete advises people not to wait too long نصح الناس لأنه ما ينتظروش وقت طويل كمان Pete talks about spending priorities تحدثت حول أولويات الإنفاق أنيتا طيب نشوف what advice do all three people give يعني ما النصائح الثلاث ناس بتعطيها is it one of the seven steps in the table إنها واحدة من السبع خطوات في الجدول take advice شو قالوا الثلاثة قال خذ النصيحة شعني take advice خذ النصيحة شعني take hold وadvice نصيحة look at the different uses of the word market and complete the definition انظر على الاستخدامات المختلفة لكلمات سوق وأكمل التعريفات market research معناها إيش معناها أبحاث السوق مش معناها أبحاث السوق يعني أنك تبحث يا جماعة الخير عن وضع السوق هيك معناها marketing تسويق market value سعر السوق يا جماعة الخير market value يعني سعر السوق أو قيمة السوق market share حصة السوق يا جماعة الخير عندما عندك حصة up market يا جماعة الخير يعني up market بيجي معناها سوق مرتفع بس معناه يعني سلعة مرتفعة الثمن هيك معناها financial markets يعني الأسواق المالية طيب هاته خلينا نشوف you need to do market research to find out of people will buy your product يعني أنت تحتاج أنك تسوي بحث عن السوق استطلاع عن السوق لتجد إذا الناس سوف تشتري منتجك طيب marketing is a way of letting people know about your product التسويق طريقة لتجعل الناس بتعرف حول منتجك people buy and sell national currencies on the financial markets الناس تشتري وبتبيع عمل دولية على السوق المالي طيب your market shares share tells you how much of the market you have compared with your competitors يعني حصة السوق تابعتك تخبرك يعني كم من السوق أنت تحظى بمقارنة آسف مقارنة مع منافسيك مقارنة بمنافسيك أو إيش مع منافسيك the market value of a product is how much you can sell it for يعني قيمة السوق للمنتج يعني كم أنت تستطيع أنك تبيع طيب a product described as upmarket is more expensive luxury item يعني منتج يوصف ك upmarket يعني مرتفع في السوق يعني أكثر تكلفة تمام من آيتم يا جماعة الخير بيجي معناها آيتم بيجي معناها زي ما نقول بيجي معناها بالعربي بس بيجي معناها زي إشي منوخذه من جدول آيتم يعني قطعة بيجي معناها luxury item يا جماعة الخير يعني luxury فاخر تمام يعني إشي فاخر هيك معناها آيتم يعني صراحة مش جاي معناها بالعربي بس معناها آيتم يعني زي ما تقول إشي تمام زي منتج مش منتج يعني أي إشي في الدنيا بتقدر تقول لأ آيتم تمام طيب discuss the questions in bears or small groups ناقش الأسئلة في أزواج أو مسجموعات صغيرة what qualification and personal qualities do you think are needed to be successful business person يعني ما المواهلات والمواصفات الشخصية أنت بتعتقد أنك تحتاج هل تكون شخص يعني مسؤول عن عمل ناجح تمام do you think you have the right character and attitudes to succeed in business هل أنت تعتقد أنك تحظى على الصفات الصحيحة والتصرفات أنك تنجح في العمل تمام anyone can do it if they have a good idea أي أحد يستطيع أن يفعل إذا هم عندهم فكرة جيدة get good advice and have enough determination أحصل على نصيحة جيدة ويحظى على تصميم كافي يعني لازم يكون عندك تصميم كافي I have got ideas يعني أنا حصلت على أفكار but I don't know enough about financial matters لكن أنا لا أعلم ما فيه الكفاية حول الأمور المالية هيك أجمعناه يعني matters أمور أو مواضيع تعلق بالمال طيب اليوم بدنا نأخذ إيش القواعد أهم إشي عنا تمام يلا يا حبايبي جهزوا الدفتر وكتبوا معي شو بأكتب ابتكتبوا تمام قواعد اليوم مصخر يعني سهل كثير اللي فيهم السؤال المنقول اليوم لازم يكون إيش يعني سهل كثير بالنسبة ليلة يلا حبايبي نجيب الدفتر ونبلش طيب شو بدنا نحكي اليوم بدنا نحكي اليوم يا حبايبي عن إشي اسمه الربورتت أدفايز إيش يعني الربورتت أدفايز الربورتت أدفايز يعني إيش النصيحة شو ما لها المنقولة شعني الربورتت منقول أدفايز نصيحة تمام طيب وكتش بستخدمها هاي النصيحة المنقولة يلا حبايبي تستخدم عندما نتكلم عن نصيحة أو تعليمات بشكل شو منقول يعني كيف مثلا واحد قال لك اشرب الحليب تمام أو الماما قالت اشرب الحليب بدك تحكي عن إيش إن أما قالت لك اشرب الحليب شو بتقول أمي نصحتني أن أشرب الحليب صح هاي منقول أمي نصحتني أن أشرب الحليب طيب البابا قال لك لا تلعب في الشارع شو بتقول لها بدك تقول إن البابا قال لك لا تلعب في الشارع شو بتقول أبي أخبرني أن لا ألعب في الشارع صح تمام وهيك بالإنجليزي هاي هاي معناها بالعربي بنا نشوفها الحين شو بلنا إيش نستخدم بالإنجليزي طيب يستخدم فيها الأفعال بالإنجليزية إيش الثلاثة هذول شو معنى وارنت حذر شو معنى وارنت حذر طولت أخبر وأدفايس شو معناها نصح تمام أدفايس معناها نصح طولت أخبر ووارنت حذر هذول الثلاثة أفعال ما استخدمهم طيب إذا شفتم هذول في القواعد وأعطاك إيهم شو يعني بدي يكون هاذ يش يعني نصيحة منقولة طيب إذا بدي أكون النصيحة المنقولة يا جماعة الخير في عندي طريقتين تنقسم النصيحة المنقولة نصيحة منقولة مش منفية ونصيحة منقولة شو مالها منفية بدي أطلع شو على المش منفي شو بحط الفاعل شو بكون هذ معطا بكون معطيك أحد الأفعال الثلاث أنينا الأفعال الثلاث وارنت أو تولت أو أدفايس أي واحد من الثلاثة بصبت تمام بوضبط اي واحد من الثلاث ديروا بالك بس مرات على حسب الجملة يعني وارد ممكن يعني ما تزبطش دائما لانا بدك كون ايش في تحذير في الاشي زائد المفعول به تمام شو المفعول به الابجيكت زائد تو ديروا بالك وشو بحط تو بعدها الانفينيتف شو يعني الانفينيتف الفعل المجرد هذا هو شكله طيب في عندي طريقة ثانية غير تو اه نفس الاشي هان فاعل بكون معطيك ايا واحد الافعال الثلاث سواء وارند او تود او ادفايس زائد المفعول به زائد شو بنحط ذات بعدها شو بحط مش فعل مجرد بحط شو كل الجملة بامسك من ذات وبعدها شو بحط كل الجملة وصلت الفكرة طيب ما تخاف راح ناخذ الانحين كون امثلة هذول اكتبهن والحين راح نطبق عليهم راح تشوف شيف من نطبق عليهم طيب لتكوين النصيحة المنقولة شو المنفية تمام هذه لشو للمنفي طيب هاي بحط فاعل زائد احد الافعال الثلاث زائد المفعول به زائد شو بحط هان نط شوفنا شو زدنا يعني شو زدنا نفس الاشي اللهم شو زدنا هان نط زائد شو بالفعل المجرد طيب والشغلة الثانية فاعل زائد احد الافعال الثلاث زائد المفعول به شو بنحط هان اجينس شو يعني اجينس يعني ضد شو معنى اجينس ضد او مقابل هيك بيجي معناها ضد او مقابل اجينس تمام زائد الفعل شو بحط بعدي اي ان جي شو بحط بعد الفعل اجينس اي ان جي طيب الامور اذا الحين مش واضحة ما تخاف الحين بدي امسك هذول ومنا نطبق هان ولا اسهل من احنا شو قدشه اشي سهل طيب يجب ان نراعي شو تحويلات الضمائر بتذكرين المحضر ايش درس السؤال المنقول لازم نحضر درس السؤال المنقول تمام لازم تكون فاهمة نفس الاشي تحويلات الضمائر حسب الفاعل المعطى وتحويل الافعال المساعدة will وcan و is و are شو بتصير الى صيغة شو الما الماضي شو بتصير will would can could is was or where كما في درس السؤال شو المنقول تمام وصلت الفكرة حبايذي طيب يلا بدنا نأخذ الحين شو الامثلة ونبلش نأخذ امثلة الكتاب ونبلش نشرحها we think you should spend more on marketing هايب شو ما عطينا هان we think we ولا شو هي ماء you صح you should as if you should spend more on marketing شو ما عنا هذا الحكي طالما اسهلا شو يعني we نحن think نعتقد you انت شو يجب يجب spend more تنفق اكثر on marketing على التسويق طالا شو بدي احط بكون الفاعل شو معطى شو ما عطينا الفاعل هان they هاي they هاي شو ما نحط they يا حبايبي تمام شو يعني they هم طيب شو بده مننا نقول بنحط احد الافعال الثلاث بتحط يا تولد يا ادفايس يا ايش وارد تمام وارد هانا بزبطوش لانا مش تحذير بحط شو تولد تمام او ادفايس they told يعني شو معناها تولد يعني اخبر طيب هم اخبروا اخبروا مين اخبروا كله اخبروني بحكي عن حالة هم اخبروني اذا new شو بتصير you you منتا شو بتصير اخبروني me ممتاز اللي حضر درس السؤال المنقول مش راح يتغلب هاي they told me تمام هاي هم اخبروني you شو بتصير i انا should اسف they told me اسف بعدها شو منحط المفعول به هاي they told me to spend more money شو هاي جمعناها هم اخبروني هاي هاذا شو اسمه ال ايش الفاعل و told هذا احد الافعال الثلاث المفعول به اخبروني اللي هو اخبروني انا شو بعدها بحط to بعدها شو بوين الفعل الرئيسي spend بعمل ايش الفعل الرئيسي وبكمل ايش الجملة spend هاي مجرد more money وصل المثال الاول طيب اذا ما وصل ما تخاف يلا ناخد كمان مثال you shouldn't spend all your money طيب معطينا كمان اشي ثاني you shouldn't spend all your money شو معنى هاذي الجملة انت لا يجب انك تنفق كل نقودك تمام طيب يلا بدي ايش بدي ابلش شو معطين a lot of people هاي معطين الفاعل هانو شو معطيني هودا ما بكون معطيك هي الفاعل a lot of people شو معنى a lot of people كثير من الناس طيب شو بعدي هاي حطينا الفاعل وحط احد الافعال الثلاث advice تحط advice حط advice هاي advice طيب نصحوا مي هاي بقولوا لانت مدام انا بدي احكي عن حالي كثير من الناس advice شو بتصير advice بتحط المفعول به advice me تمام طيب الحين اطلع هاي منفي ولا مش منفي shouldn't تمام شو هاي shouldn't شو بدي ازيد not بس بحط not هاي not to وبكمل spend all my money دير بالك على يورش شو بتصير انفق شو مش نقودك نقودي تمام يورش كمان شو بتصير my وصة الفكرة حبابي الضمائر لازم يكون مياخذينها من الدرس الفاتح عمش مراكز عليها الحين طيب ناخد كمان مثال اه طيب طيب don't put all your profits into developing new ideas هاي هان شو حاطين don't don't put all your profits profit ونبقى نكمل خلص بتهم نيشة بعدين تمام طيب شو حاطين ها الفاعل هان الفاعل بكم معطيني ايا someone هاي someone ها احطينا شو not to لانا ايش تعانا don't not to put all وتنساش يور شو بتصير my profits يعني لا اضع كل ارباحي طيب في مشاكل ما تخاف رح نوقع كمان كوم امثلة تمام بظل مكمل لاخر الجمله هايها بالكتاب بالطريقة هاي هاي أنا شو حط against طيب لو بدي أحط against هاي حط against بس شو بدك تحط لبوت لو بدي أحط against هاي against شو بدك تحط لبوت بدك تحط تصير putting تمام تحط لها ايش ing طيب نأخذها الحين يا حبابي مجموعة من الأمثلة ما تخافوا يعني ذالأمور حتى الحين ما كانت شماشية ما تخاف مع كثر الأمثلة عم تفهم شو الإشي اللي بصير طيب بعنبست هم ملونه النموعة Luna موسيقى اشتركوا في القناة يعني كانت غلطة مني ما سويت لايار ما علينا ناسف طيب طيب نبدأ الحين ايش الطريقة الثانية هذا بدي شيئا وهذا بدي شيئا طيب اوكي ها نوخذ الامثلة ثانية ااسف عاتك اننا اصحوا الى لائار بقيت ناسي عن اسف يعني غلطي ها نوخذ الان مباشرة لن تشغيل العطاء in that company هاي ومظن نكمل خلص بتهمنيش الجملة طيب هانو شو جعلنا هاي خبير تمويل قالنا شو شو قال انت من الأفضل إلك انك لا تستثمر في تلك الشركة خبير تسويق شو قال هاي ما عطيني الفاعل بحط واحد الفاعل هذا لو الخطاب إلي بحط told me طيب لو أحد شو بحط him told him معناها أخبرة شو قال not و two بكامل الجملة not to invest وبكامل الجملة زي ما هي not to invest money in that company طيب حرام أحط يعني not told me لا مش غلط تمام بس شو معناها انت هذا الإشي ما حكاش معك حكى مع واحد ثاني تمام told him حط مع واحد ثاني انت بتحكي عن واحد ثاني فشو بتقول خبير تمويل أخبره طيب ممكن تقول خبير تمويل أخبرني عادي شو المشكلة حسب شو معطيك هنا في الكتاب يعني اننا حكى عن واحد ثاني تمام في الامتحان رايح يحدد لك سواء انت أو هو الثاني إذا انت بتحط me إذا عن واحد ذكر شو بتحط him طيب عن واحدة وانتا شو بتحط here تمام وعن جامع منحط them وتمام وإذا كان الإشي لمجموعة إلنا منقول us told us وست الفكرة هاي كمان نفس الجملة معطيك إياها هاي هان a financial expert وهان شو حاط warned شو حاط هان warned طيب warned me warned him يعني حذره خبير اقتصادي حذره تمام طيب شو هم نحط نحط against against هاي against مدام حطيني against خلص ال not to بقيمها شو ضال invest شو بحط لا invest بيروا بالك هاي invest وبدو حطها بالأحمر شا ما تنسوهوش against شو دي من بيجي بعديها against investing تمام وبتظلك مكمل لآخر الجملة وصلت الفكرة حبايبي طيب هاي الفاعل عطانية أحد الأفعال الثلاثة حطيناها المفعول به المفعول به بده يكون محدد يعني مش دائما إذا انت بتحط me إذا واحد ثاني بتحط him إذا بينت تحط here إذا جماع بحط them بعدها بتحط to والفعل المجرد أو بدك تحط ذات حط ذات وحط بعدها كل الجملة مش قرآن تقدر تقولها بأكثر من طريقة إذا من في الإشي شو بتحط not to أو بتحط شو against تمام وبتحط hand want طيب الحين بدنا نأخذ يلا حين بدنا إيش نأخذ مجموعة الأمثلة طالعوا ما يا حبايبي قديش الإشي الحين بدنا نصير كثير سهل يلا طالعوا طالعوا هاي جملة مهمة يلا نطالع مع بعض إيت وود بي بيتر ت سبيند مور ماني بيتر مماركتنج صح بيتر مماركتنج بيتر 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 طائب شو معنا الجملة هاي إنه من الأفضل تمام يعني من الكون الأفضل إنك تنفق نقود أكثر على إيش منتجك الجديد تمام طيب هو إيش يعطونا في الكتاب أول شو بدي نحط مننا نحط الفعل الفعل لازم يكون معطيك إياه طلعوا هاي طلع شو معطيني هان ماي فاذر شو يعني ماي فاذر أبي يعني بيحكي مع مين بيحكي معي يعني شو بنا نحط بعدها told told إيش me أخبرني تمام هاي شو told me يعني أخبرني أبي أخبرني تمام it وبكمل آسف هاي my father told me إذا دك تحط that بقدر أحط that وأكمل الجملة that وبكمل الجملة من أولها لآخرها هاي أول طريقة تمام هاي that وبكمل كل الجملة ويور شو بتصير my دير بالك that ويور شو بتصير my a new product هاي أول حل مش قرآن ما فيش حل واحد طيب نحن أخذ مش عاجبك بدش أحط that بدأ حط not بدأ حط to طيب هاي my father نفس الإشي told me أخبرني هاي شو بدأ حط to هاي حطينا to وبكمل spend وبظن يمكمل يمكمل more money on ويور شو بتصير my my new product صحيح كمان حل تمام طيب كمان حل my father بدنا نحط ايش told أو advice تقدر تحط advice وبتكمل me وهان بتكمل to spend وبتكمل بنفس الطريقة وصلت الفكرة طيب my father warned me against spending طيب هاي بدأ حط my father بنحط again يا اسف warned هاي مدام حطينا warned شو بدأ حط بنحط against تمام بس وارد لمين بتيجي للإيش للمنفي هانا منفي مش منفي ما بدي إياه تمام هاي وصلت إيش الأولى وصلت معنا الأولى طيب نأخذ كمان يالله كمان إيش الجملة الكلية يالله نأخذ هون تبعت الكتاب هاي meet to spend more money that it would be better هاي حطينا that حطينا الجملة من أولها طيب remember that the value of investment طيب هانا نأخذ كمان جملة can go up and down أعتقد هاي الجملة go down as well as up طيب can go down as well can go up and down طيب as well مش مهم as well تمام يعني ما بتفرق ما بتسوي لي أي مشكلة في هاي طيب نحط الفاعل ايش الفاعل بيحكي هاي the article warned هاي the article the article وشو حطينا هان warned شعني warned حذر حطينا warned هذول هي ماطينية طيب شو بدي حط that هاي منحط that تمام that value of investment can شو ما بدل can بتصير ديروا بالك can شو بتصير ماضي شو بتصير could go up and down بنفس الطريقة تمام فعل وفعل هاي ديروا بالك في ذات تمام والبيه جاهز شو بدك تحط بدك تحط آه هايتو تمام value هاي الفعل value of investment بكمل value of investment بدل can ديروا بالك شو بتحط could ديروا بالك can شو صارت could go up and down بظن مكمل ايش الجملة وصلت الفكرة حبابي طيب كمان مرة يعني ايش مش حاسة مش واصلة مش فاهم طيب اه you should do a lot of market research before setting up a company هاي كمان واحدة you should do do a lot of market research a lot of market research before setting up a company هاي هاي before sitting up a company يعني يلا حبابي يلا ما عطيني الفاعل لكن ما عطيني الفاعل everyone advised هاي everyone 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 advised طيب advised مين advised شو بدليو شو بتصير advised me تمام قرآن مش قرآن حسب ايش الجملة حسب ايش منو بخاطب بيقدر تقول advised him اذا هو بتحكي عن واحد ثاني بس هاي معناها كل احد نصحني تمام طيب احينا بكمل يال to بتقدر تحط to to وبحط بعضها الفاعل الاساسي شو الفاعل الاساسي do شو بتطير to do a lot of market research before setting up a company وبكمل للاخر بتغير شي ايش تمام طيب بدي كمان واحدة شو ما عطيني الفاعل الثاني everyone told me that هاي شو ما عطيني كمان واحدة everyone told me that يعني كل احد اخبرني انه تمام مدام قلنا that بحط ايش الفاعل تمام بكمل الجملة زي ما هي that هاي اخبرني that يو شو بتصير يا حبايبي I دير بالك وشو بتصير I تمام وبكمل you that I should do بظن مكمل 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 before setting up a company وصلت الفكرة ايو وبالظبط don't spend money on things that you can't really afford ايهانا شو نفي ديروا بالكم محطوط شو don't don't spend money on things you can't really afford يعني لا تنفق الاموال على اشياء انت حقا لا تستطيع ان تشتريها هيك معنى الجملة يو بدي امسك شو اعطاني في الكتاب الفاعل شو الفاعل بكم معطيني اياه في الكتاب my friend مدام my friend صديقي my friend طيب شو بنا نحط مدام دون warned وارند تمام شو بنا نحط وارند هاي وارند حذر مين don't بحكي معي مدام وارد مي بحكي معي صديقي حذرني تمام وارد مي طيب شو بنا نحط بعدين هاي بنا نحط داك تحط not to تقدر تحط not to هاي بدي احط not to not to وسبنت تمام money on things هاي بدال يو شو بتصير وظن مكمل يو شو بتصير يا حبايبي I وكان شو بدك تحطها couldn't شفتو كيف ديروا بالكم you could هاي بتصير I couldn't really afford يعني معناها صديقي حذرني ألا أنفق تمام نقودي على أشياء أنا لا يمكن حقا أنا أشتريها هيك معنى الجملة شفتو كيف تحير تغير الإشي كله طيب نأخذ الحين كمان مثال هذا زي نفس نسبة السؤال المقول يعني بنفس الطريقة my friend advised me هاي هاي كمان واحدة my friend advised me تمام هاي حطينا advance شو بدك نحط مدام نفي شو بدك حط بديش أحط not بدي حط شو against يا أبي تحط not يا against طيب against شو بده يجي بعدي هالفعل spend الفعل الأساسي شو بده يجي بعدي ing ممتاز هاي بنا نحطها باللون ثاني against spending شوفتو شو زدنا عن spend ing against spending وبكمل money on things you شو بتصير i وكانت شو بتأخذ couldn't really afford وبنخلص شوفتو بالطريقة هاي حبايبي بطريقة هاي مشتلوم طيب هاي هان it is not كمان مثال it is not a good idea to give up control هاي ها it is not a good idea to give up control 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 هاي شو ما اعطيني اياه his advisor تمام شو بنا نحط مدام ايش نحط وارن تحذر بدك ايام نفعل الثلاث وارن طيب مدام his شو بتأخذ him ديروا بالكو يا حبابي زي تبعات السؤال المنقول قلناه his مع him here مع here تمام we مع us ديروا بالكو هاي كل الشغلات لازم يكون عارفينها طيب warned him وبعدها شو بدك تحط not to حط بدك تحط not to when to في الجملة هاي not to هاي 2 بكمل بعد to not to give up control control بدك تحط بدك تحط against كمان مره هاي his advisor warned هاي warned هاي against تمام بقى مستش الفعل وين الفعل الاساسي give if شو بصير giving up control just yet بقى مكمل بقى مكمل بالاخر الجملة وصلت الفكرة بنفس الطريقة فيش فعل حوله للماضي هاي شو ها ضيفنا ing بعد ايش بعد against استهم اشي طبعا هيك منكون ايش جاهزين في ايش في السؤال آسف النصيحة المن المنقولة طالعوا معي هذولة بين phrases هاي look at the example then answer the question انظر على الامثلة بعدها اجيب الاسئلة examples امثلة the prisoner السجين broke through معناها اخترق the fence and escaped وهرب his big break through came when he attend the start-up weekend يعني انطلاقته تمام اتت عندما هو يعني الانطلاقة اللي غيرت كل محل الحياته تمام اتت عندما هو حضر ايش نهاية اسبوع عن لقاء امثية نهاية اسبوع عن شو عن بداية الاعمال طيب what is the connection and meaning between the phrases verb and the noun break through يعني ما المعنى المشتركة أو المتصل بين المصطلح الفعل break through معناها اخترق والاسم break through معناها زي ما بقولوها اخترق ايش بس معناها زي معناها هاي مش معناها اخترق هاي بتيجي معناها زي طار يعني يعني اخذ بوست اخذ دفعة قوية جدا both express the idea of getting through a barrier يعني كلاهما بعبروا عن الفكرة انك تدخل خلال جدار match the frazzles verb with their meaning وصل معاني المصطلحات الأفعال آسف وصل الفرازلز يعني افعال الفرازلز مع معانيهم بعدها then join them وصلهم into one word nouns and use them to complete the sentence below وصلهم في اسم لكلمة واحدة بعدها استخدمهم لتكمل الجمل في الأسفل طيب frazzles verb افعال مركب يا جماعة الخير لفرازلز او المصطلحات زي ما بقولوها افعال المصطلحات take over معناها يسيطر cut back يا جماعة الخير يقلل تمام بيجي معناها يقلل المصروف break down يحلل take off hand over يسلم stand by يقف بجانب take over معناها ايه get control يسيطر يعني احصل على التحكم cut back معناها ايش يقلل reduce spending تقليل الانفاق break down يحلل يا جماعة الخير اجي معناها stop working properly تمام يعني يوقف يعمل بشكل صحيح معناها break down معناها انهيار يمكن بيجي معناها take off يقلع بيجي معناها leave the ground يغادر الارض hand over يسلم give responsibility to someone else يعني انك تعطي المسؤولية لشخص اخر stand by يعني يقف بجانب هاي be ready if needed تمام يعني ايش يكون على جاهز اذا احتيج يعني بيقف بجانبك هيك معناها اذا انت بتعتازه بيجيك طيب we were spending too much so we have had to introduce some cutbacks هاي نحن كنا ننفق كثيرا جدا لذلك نحن اضطرينا لنقدم بعض ايش وسائل التوفير هيك معناه the hand over period between the old manager and the new one was a difficult time يعني فترة التسليم بين المدير القديم والجديد كان وقتا صعب there was a misunderstanding because of breakdown in communication هناك كان سوء فهم بسبب ايش انهيار الاتصالات تمام please fasten your seat belt during take off and landing رجاء يعني اربطوا حزام الامان او حزام المقعد خلال الاقلاع والهبوط if this printer doesn't work there is another one on standby هناك واحدة اخرى يعني شو تقف بدلا منها we need to stop this take over for our business by a larger company يعني نحن نحتاج ان نوقف هذه السيطرة من عملنا بواسطة شركة كبيرة تمام يعني نوقف سيطرة الشركة الكبيرة وصلت الفكرة يا حبابي يعني هذول اسم هنفرزلز المصطلحات للأفعال يعني بتغير معنى الفعل بصير ايش زي مصطلح هذا هو معنى بنا نحفظهم يعني صراحة بذائق منهم هذول بس شو بنا نساوي بنا نحفظهم طيب نروح على ايش البعدي انظر على الامثلة بعدها اكمل قواعد المعجم ركزوا معي اخر اشي اخر موضوع عندنا في الدرس يلا تقريبا قرب الدرس يخلص اطلع مع بعضها شو بدنا نحكي يا شباب عن الافعال المسببة شو يعني كاسيويتي فيربس يعني الافعال المسببة طيب شو يعني هذا الاشي مبتلش انا بستخدمهن انا بستخدمهن صل و гдеش بستخدم تستخدم للامور وتود ان يقوم بها شخص شو غيرك يعني انت بدكش تسوية تمام اعطيك مثال اريد ان تنظف سيارتي هاي مثال بالعربي اريدو ان تنظف سيارتي واريدو ان يكتب كتابي هيك معناها بالعربي يعني بدي واحد ثاني يكتب كتابي وبدي واحد ثاني نظف سيارتي فهمتو شو معناها بالعربي يعني كيف يعني أفعال مسببة يعني اللي تخلي شو واحد ثاني يسوي العمل عنك هاي هي إيش الأفعال المسببة هاي فأستخدم هالأمور اللي بدي شخص ثاني سويها مثلا أريد أن تنظف سيارتي أريد أن يكتب كتابي طيب شو شكل أفعال المسببة يا بتحط هاف يا بتحط كت طيب هاف لمن للجمع إذا الفاعل كان جمع هاز للفاعل إذا كان مف مفرد هاد إذا كان الفاعل شو ما لأ ما ماضي هافنج إذا كان الفاعل مضاه مضارع مستمر تمام اذا كان مضارع إذا ماضي إذا مضارع مست مستمر حسب التصريف يا بتحط أحد الفعلين زائد المفعول به زائد التصريف الثالث طيب يلا نأخذ أمثلة كثير سيل هذا أصلا من اللي قبل الساعة هذا هو شكل لا يلا هي نيدس تو طيب هي نيدس تو وهي حطين هنا هاي هي حطين شوها حطين في القوس وتكملتها هي بكوز هي بكوز هي ستوب ووركين صح؟ يضا بكمل الجملة هي هي بحط هي نفس الشيء ما لها شخص ونيتس بحط نيدس هي تو بحط أحد الفعلين طلعوا شو بديها هان؟ نيدس يا جماعة الخير تمام هي نيدس هي تو أحد الفعلين يا جيت يا إيش يا هف البنتك هي إذا كتحط جيت هي نيدس تو جيت هاي بحط المفعول به شو المفعول به؟ ساعته يعني هو يحتاج ساعة لأنها شو؟ وقفت العمل هي نيدس تو جيت هز ووتش بعدها شو بدي أحط التصريف الثالث شو يعني تصريف الثالث هان معطيني ايا ريبير شو يعني ريبير؟ يصلح إذا شو بتصير ريبير هاي ريبير تمام وبكمل بنفس الاشيء يعني هاي معطيني الفعل هانا شو ريبير هاي هي نيدس تو هاف هز ووتش ريبير بتقدر تحط جيت بتقدر تحط ما فيش أي مشكلة في الهاظ بالطريقة هاي طيب they had to يأخذ كمان مثال هاي كمان واحدة they had to the kitchen هاي معطيني the kitchen في القول because والتكملة because of water damage هي because of water damage يعني شو معنى هذي الجملة بحط الفعل ايش الفعل بكون الاساسي ريديكوريت ايش يعني ريديكوريت يعني عادة الديكور يعني شو ما مش حطني يكون فعل زي هاذا ريديكوريت تمام طبعا ريديكوريت هي بتكون اصلها بعدها ايش منسوي تصريف ثالث يلا هاد خلينا نشوف شو احد الفعلين هاي they بحط they وبحط هاد ما لخص وبعدها to طيب بدي حط هاف حط هاف هاي هاف بحط المفعول به المطبخ بعدها بحط ايش تصريف الثالث ريديكوريت تمام يعني هم اضطروا انهم يخلوا المطبخ يعيش يعني هما بتطروا انهم ايش يخلوا واحد يخلي ايش المطبخ يعادة ديكورة هاي هي معنى الجملة طيب وهنا حاطيني معطيني الفعل cut ساك مريديكوريت كيش ايا cut معطيني اياه وهنا حاطين you here before the interview يا بنا نحط شو يا حبايبي you ما لخص وبحط should هاي should بك تحط have have حط have بك تحط get حط get بيدك تحط البدكة you should get you're here شو بنا نحط اصرف الثالث لكات شو بيضال cut وبكمل before this the interview يالا والبعديها شو بتأخذ اه i must these letters طيب يا حبابي هاي كمان وحدة i must حاطين these letters شو الفعل بديكم معطيني اياها i must sign تمام هاي sign حاطيني اياها sign الفعل هنا الاساسي sign these letters بيفور شو بيفور شو بيفور يو جو لا اسف by the manager هاي حاطين by the manager شو معنى الجملة هاي حبابي يعني انا لازم اوقع هذه الاوراق بواسطة الموديل طيب يالا انا بدي اوقع هذه الاوراق يالا i must يا شو بدي احط بعد i must بدك تحط get get بدك تحط have حط have بتوزبط الشاكتين i must have تمام these letters بحطها زي ما هي مالخص these letters بعد يبدي احط الفعل شو بدي احط الفعل sign شو بدي احط تصريف الثالث في معظم احيان شو بصير sign بتصير sa b a ha apa ha ba sa keep ha When ha ha إذا جاء في التوجيه حرام هذا من جيبهش صح طيب نأخذ كمان مثال I'm going to I'm going to this هاي I am going to this شو حاطين هان application before طيب يا حب I'm going to but in this application شو ما عطين الفعل هان check ايه check شو يعني check افحص يعني انا سوف افحص هذا الطلب قبل ايش وبكمل اخر الجانب اتهمني ايش يلا ايه وبعدين بحط going وبعدين بحط to تمام يلا get i'm going to get تحط get this application وبعدين وبعدين شو بحط checked شو صارت check شو ضفنا لها ايدي هاذا الفعل شو صار ضفنا لها التصريف الث الثالث وصت بس احط هاي وركب عليها تمام طلع مأثر يعني كثير سهل طيب نأخذ كمان طلع مكان حين بدنا نأخذ طلع ماء طلع ماء طلع ماء طلع ماء ايه هايك منكون خلصنا ايش يعني يا جماعة الخير لأفعال المسبة وصة الفكرة هاي you would better the car هل يجب عليك أن يكون المسطلحات بمعانيهن وكمل بنفس الطريقة انظر على الأمثلة ووصل مع المصطلحات بمعانيهن هي كانت في العمل منذ ان تركت المدرسة يعني هو بعيد طول الأسبوع على الشغل ويشتغل على شغلة معناه بشكل محظوظ البحافلة كانت تغادر متأخر لذلك كنا نحن في الوقت المحدد للاحق في البحافلة أنت عليك أن تكون على الوقت المحدد نحن لا نستطيع أن ننتظر لك كمان مرة أفرز هذه المصطلحات الجماعة الخير ديروا بالكم فيهن يعني حروف الجار قبل الاسم وأعطى معنى إيش ثاني بدنا نحفظهم يعني شو بدي أسوي أنا بذيق منهم والله ومرات أنا بعرفهم شي بحالي بس شو بنا نحفظهم شو معنى إن بيزنس؟ شو معنى إن بيزنس؟ يعني بتعمل في شغل في مجال شغل إن بيزنس الثانية يعني على شغل يعني عندك شغلة تمام؟ لأسباب عمل يعني إن بيزنس يعني ملتحق في الشغل إن بيزنس يعني لأسباب إيش؟ للعمل إن تايم في الوقت المحدد هائها إن تايم أذى رايت تايم لا آسف وذي نفت آسف إن تايم في الوقت المحدد إن تايم وذي نفت تايم نت ميسنك سمثنك يعني إيش؟ مع وقت كافي وما تثقدش ولا إشي تمام؟ يعني في إيش؟ معك وقت كافي أون تايم على الوقت المحدد أذى رايت تايم يعني في الوقت المحدد شو الفرق بين إن تايم و أون تايم إن تايم يا جماعة الخير يعني في مجال في فترة أون تايم وقت محدد بالظبط هذا هو الفرق بينهم طيب شو يعني سيل؟ يبيع أدفانس يتقدم رايتنج يكتب دينجر خطر ريسبت يا جماعة الخير استقبل دبت إيش يا جماعة الخير معناها هدين طيب You can pay for the goods when you get them أنت تستطيع تدفع للبضائع عندما أنت بتحصل عليهم You don't need to pay before أنت لا تحتاج أن تدفع شو قبل طيب يا جماعة الخير When you get them شو معناها In advance يعني When you get them لا في الاستلام هاي غلط هاي معناها غلط On receipt يعني عند إيش When you get them عندما تحصلهم يعني عند شو عندما تسته عندما تستلمهم طيب borrowing can be a problem الاقتراض يستطيع أن يكون مشكلة You don't want to find yourself owing people money أنت لا تريد إنك تجد نفسك يعني إنك ب إبت للناس يعني إنك الناس يلهم عليك دين هيك معناها Owing people money يا جماعة الخير إن إيش يكون عليك دين In debt يعني إيش في الدين Owing people money يعني يكون الناس يلهم عليك مصهر هيك معناها The company is in the risky situation of having to close يعني الشركة في موقف خطير إيش لأنها لازم إيش تست يعني شوية موقف خطير إن دينجر يعني في خطر Risky situation ماقف خطير في إن دينجر إن خطر طيب The new product will be available to buy from next month يعني المنتج الجديد سوف يكون متوفرا للشراء من الشهر القادم يعني available to buy متوفر للشراء On sale يعني على المبيعات You have to apply for this job with a letter not by phone or email أنت يجب أن تقدم لهذه الوظيفة برسالة ليس بواسطة لا التلفون أو الإيميل In writing يعني إيش في كتابة هيك معناها اللتر في الكتابة طيب آخر إشي يعني قربنا نخلص Look at the letters on page 132 Then answer the question below انظر على الرسالة على صفحة 132 بعدها أجيب الأسئلة في الأسفل طيب هاي رسالة هاي Who is Carlo Andretti بدنا نقرأ الرسالة طيب Possible order for electronic switches وهانا يوريفورانس يعني المرجع طيب يعني طلبية لسويتش يعني مفاتيح إلكترونية Dear Mr. Andretti عزيزي سيد Andretti Thank you for your letter شكرا لرسالتك Mr. Allen has asked me to reply to your question سيد ألين سألني لأرد لأسئلتك I'm pleased to tell you that we will be able to supply the switches with your required delivery period of four weeks أنا مسرور لأخبرك أن نحن سوف نكون نستطيع أن نقدم المفاتيح خلال الفترة اللي انت طلبتها للتوصيل وفور ويكس داربعة سابعة شعني ديليفاري توصيل Required مطلوب بريود فترة We are able to offer a 10% reduction on the normal unit price of $12.5 for orders of $100 or more يعني إحنا من استطيع أن نعرض 10% تخفيض على سعر الوحدة العادي اللي هو 12$ ونص للطلبيات اللي 100 أو أكثر Could you please let us know how many you would need ممكن أنت تخبرنا آسف ممكن أنت رجاء نتخلينا نعلم كم واحدة أنت بتحتاج I can also confirm that our product have a two year warranty يعني أنا أيضا بأكد لك إن منتجاتنا عندها كفالة شو سنتين Full replacement يعني تبديل كامل Of any parts that may develop a problem لأي جزء إنه ممكن يكون مشكلة يطور مشكلة Finally أخيرا Payments can be made by back transfer يعني الدفعات بتقدر تكون بواسطة تحويلات البنكية If you prefer buy check وإذا أنت بتفضل الشكات Thank you again for your interest and I look forward to hearing from you شكرا مجددا لإهتمامك وأنا وطلع لأسمع منك You're sincerely هاي أبصر شو اسمه Mr.Face witherland production manager لباسي طيب السيد فيس witherland المدير الإنتاج وهي هنا باسدردي Ltd طيب هاي رسالة عمل يا جماعة الخير Who is carlo entry duty يعني من كارلو اللي طلب هاي He is the purchasing manager at kino machine tools يعني هو مدير للشراء أو مدير المشتريات في كينو محال كينو لمعدات الآلات Who is ralph allen من ralph allen He is the general manager at bistelik ltd limited company يا جماعة الخير Ltd مشاركة المسامة محدودة طيب هو المدير العام في شركة bistelik What does Mr.Andrey the company want to buy يعني شو شركة سيد أندريتي تريد أن يشتري Electronic switches مفاتيح إلكترونية What is the main information they want يعني شو المعلومات الأساسية اللي هما بيردوها If there is a guarantee and how long يعني إذا فيه هناك كفالة أو كديش مدتها If delivery is possible within 4 weeks With the delivery is possible within 4 weeks ممكن خلال 4 سابيع What else do they need to know ما الأشياء الأخرى اللي هما بيحتاجوا يعرفوها Details of payment methods and the possibility of a reduced price for a larger order يعني تفاصيل طرق الدفع والإمكانية لتخفيض السعر للطلبات الكبيرة وهذه كلية إيش جوابها الجنرال منيجار بالرسالة هاي طيب هانع الكتابة آخر إشياء حبايبي هذا مش مهم Look back at period 5 Remind yourself that has happened by answering the question انظر مجددا على الفقرة الخمسة بعدها ذكر نفسك شو صار بإجابة الأسئلة Who wrote the initial letter يعني من كتب الرسالة المبدئية Mr. Andriti What was the letter inquiring about يعني شو الرسالة كانت بدها List of product with prices يعني ليست قائمة من المنتجات مع أسعار Who wrote the first reply من كتب الرد الأول Ralph Allen What did Kino Machine Tools order from Pistlic هاي electronic switches شو طلبت معدات الآلات شركة Kino معدات الآلات طلبت من شركة Pistlic مفاتيح إلكترونية Who wrote the second reply من كتب الرد الثاني Mr. Andriti طيب ديروا بالك هاي رسالة عمل يا جماعة الخير طلعي from بتحط from من بعدها sent أرسل 11 November تحط التاريخ والساعة To لي اللي بدك ترسله بعدها بتحط شو السبجكت الموضوع Kino order payment هاي شو رسالة عمل بعدها بتحط Hello Faye مرحبا Faye أنا عادية What's happening about Kino Machine Tool يعني أي فكرة ما حدث حول معدات الآلات في Kino We send the order in time with a request for payment within two weeks يعني نحن أرسلنا الطلب في الوقت مع طلب للدفعة خلال اسبوعين That was over a month ago ذلك كان بعد شهر شاك نصبوا عليهم Can you send them another letter and ask what the problem is هتستطيع أن ترسل لهم رسالة أخرى وتسألهم ما المشكلة Thanks Ralph شكرا الله What's the problem ما المشكلة يعني هما سألوا أرسلوا المفاتيح بس الشركة شو haven't paid مدافعتش What possible reason might there be for the problem يعني شو الاحتمال ممكن تكون الأسباب تكون للمشكلة Perhaps the package has gone missing ممكن الطلبية اختفت Or can you have paid the wrong account أو can you دفعت لحساب ثاني طيب يمكن هنا يعني كمان مش مهم هنا يا جماعة الخير أهم إشي بدي ياكوا تعرفوا تكتبوا شو رسالة عمل تمام كيف بدي أحطها رسالة العمل طلعوا هاي RE هاي الموضوع repayment not received هاي ايش الرد بعدين بحط الDR وبعدين بحط الاشي الرد بحطة بحطة الريفرنس بحطة هذا الإيميل you're sincerely يعني يعني تمام بالعواطف يعني كذا ميسس فيسر لاند production manager بحطة هنا هنا العنوان الشركة اسم البني آدم الوظيف المسمى الوظيفة وهنا شو آخر اشي عنوان الشركة يعني صراحة هذا الاشي بتقدر تفضل تلخيص من أي حدا بدكو تنقلو ينقلو يعني مش عارف هذا هو ايش كان بالطريقة هاي هاي اللتر بحط ايش العنوان بحط الDR للمخاطب باكتب شو بدي اكتب شي انا عن شو بعدين بحط خاتمة you're sincerely الاسم او هنا التوقيع اسم الشخص هنا المسمى الوظيفة وهنا اسم الشركة تمام وهذا ايش ايميل دير بالك هاي الايميل بدي اكتبه طلعوا الايميل from sent هذا ايميل من الى to طالعا بحط from من انو المرسل بعدينها sent بتاريخ الارسال كيف ارسله تو الى subject الموضوع بحط الموضوع بحط عنوان الفقرة في الاخير ثانك سرال فهذا طريقة كتابة شو الايميل عاجتك رسالة زي هاي تكتبها بالطريقة هاي موضوع بتحط ريل موضوع بتحط الرفرنس هنا مرجعيتك تمام وبعدين بحط الديار بكاوت الرسالة كلها بحط يورسون سيرلي التوقيع الاسم المسمى الوظيفة والشركة في الاخر بدنا نحفظه ما عم فيش فيها شرح بيجي بالطريقة هاي قد ما بتبني مفردات عندك بتمشي طيب هيك خلصنا الوحدة هاي وحدة طويلة يعني عن جد كانت اسف اذا كنت غلطت في اي اشي يعني با يعني عن جد يعني بشكر اي حدا ممكن يقولي انك انت غلطت في منطقة كذا او كذا منستفيد منك يا جماعة الخير سامحوني يعني اذا كان في اخطاء بالتوفيق ومنشوفكم ان شاء الله في الوحدة التالية الى اللقاء